في غضونه ذلك أكد وزير الخارجي المصري سامح شكري أن الاتصالات مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة في غزة وقال الوزير المصري أن المفاوضات معقدة وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مجددا المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري في غزة وأضح شكري أن التطورات في رفح تنذر بمزيد من التدهور في قطاع غزة مشيرا إلى أن مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة